وطالما وضعت سلطنة عمان الشباب نصب أعينها وقامت باحتضانهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات حتى باتوا أنموذجا يحتذا به في مختلف المجالات نعم جملة من البرامج والمبادرات المتنوعة تحرس على إطلاقها السلطنة بشكل متواصل لتمكن الشباب العماني وترعى قدرته وتوجهه في الاتجاه السليم لا ترتقي الأمم إلا بسواعد أبنائها شعار حملته سلطنة عمان وسارت به قدما لرفعة شأن شبابها في مختلف القطاعات لإيمانها المطلق بأن الشباب هم عماد المستقبل وهذا ما شدد عليه السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان والذي راهن على الشباب العماني وما يمتلكه من قدرات هائلة ومتميزة قد كرست السلطنة جهودها لتؤسس مجتمع معرفي ممكن لهذا الشباب العماني المبدع المعتز بثقافته والملتزم بمبادئه وقيمه والمحافظة على مواطنته مع تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي بشكل عام تم تعيين السالس والعشرين من كل شهر أكتوبر يوما للشباب العماني وكما تم تدشين برنامج الوطني لتنمية الشباب وكما أيضا تم تضمين الكثير والكثير فيما يخص الشباب ودعمهم في رئة عمان عشرين أربعين وهذا الدعم ليس محصورا على فئة عمرية معينة ولا مقال معين إنما يمتد ليشمل كافة المقالات سواء كانت علمية عملية وغيرها من المقالات الأخرى ويعد تأسيس وزارة الثقافة ورياضة والشباب لعام 2020 خطوة كبيرة لتوفير الخدمات وتوفير التسهيلات للشباب العماني الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة للشباب العماني أصبح في سلم اهتماماتها لأنها ترى بأن الشباب هم الثروة الحقيقية فجاءت رؤية عشرين أربعين لتشدد على دور الشباب في رسم مستقبل عمان فأطلقت من خلالها الكثير من المبادرات والمؤسسات المتخصصة لاحتضانهم والكشف عن مواهبهم وتمكينهم ليكونوا قادرين على منافسة شباب العالم في مختلف القطاعات أولت السلطنة اهتماما كبيرا بالشباب العماني منذ بزوغ فجر النهضة المباركة كما وأعطى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أهمية كبرى للشباب العماني في استراتيجية عمان في رؤية عمان الفين واربعين باعتباره شريك الحاضر وكل المستقبل فمن هذا المنطلق حرصت حكومة سلطنة عمان على تمكين الشاب العماني وتوفير الدعم اللازم له في مختلف المجالات كذلك على تهيئة الشاب العماني لحصوله على مختلف الوظائف التي يتطلبها سوق العمل عندما نذكر هذا الدعم نذكر ما نحن فيه اليوم من بعثة دراسية في مجال يتطلبه سوق العمل العماني الشباب العماني اليوم انطلق نحو الإبداع والتميز ليكون له دور في صيغة الرؤية العمانية عشرين أربعين وإشراكهم في القرار للمساهمة في تحقيق تطلعاتهم وجعلهم الخيار الأول في كافة الخطط والبرامج التي من شأنها أن تساهم في سقل مهاراتهم وإبداعاتهم جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم عليه سلطنة عمان لتمكين الشباب العماني وتنبية قدراته وإبداعاته في مختلف المجالات لإمانها المطلق بأنهم الاستثمار الحقيقي وذلك من خلال إطلاق جملة من المبادرات والمراكز والمؤسسات التدريبية التي تحاكي طموحاتهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة